موسيقى جيت هوني في أكاديمية المجتمع المدني كمشاركة في أكاديمية المجتمع المدني بالمغرب المرأة التونسية حالياً تعيش تحدث كل الصعاب وذلك بالقب الدستور الذي منحها حقها منحها واجباتها وحقوقها وواجباتها كذلك عديد الاتفاقيات التي صادقت عليها البلاد التونسية التي تحمي حقوق المرأة حالياً أقول المرأة هي نصف المجتمع أو المجتمع ككل لأنها هي المرأة هي الأم هي المجتمع هي العالم هي الأسرة هي المدرسة الأم هي نواة المجتمع لذلك أصبحت المرأة لديها قيمة لديها مساواة بين المرأة والرجل في عديد نحن كمتدربين نحاول أننا نشاركوا مثل هذه الأنشطة هذه التي تكون الحماية القانونية للمرأة وأدوار المرأة داخل المجتمع وكذلك استثمار ما تم القيام به في المرحلات تدريبية التي قمنا بها مع الأكاديمية والآن تنحطوا يعني إبارة عن خلاصة أدوار المرأة ونحن الآن كذلك يعني في شهر مارس الذي هو شهر الذي نحتفل به بالمرأة لنا شرف كبير يعني نحن كمشاركين في داخل المغرب أن نستقبلها مثل هذه التظاهرات التي تتهم وتتعطي قيمة مضافة بالنسبة للمرأة المغربية كذلك افتخرنا يعني بالحماية القانونية التي هي رهان كبير بالنسبة لأننا كفعيل مدنيين داخل المجتمع المدني كينا مواكبة اللي هي تتكون دائمة بخصوص يعني التحسيس والتعياب لأدوار المرأة وكذلك يعني الانتقال الديموقراطي اللي قام به المغرب خلال الدستور 2011 اللي يكرس واحد من بدأ دي المساواة وحاول أنه يعطي قيمة ويعطي إضافة نوعية بالنسبة للمرأة المغربية طبعا النموذج المغربي هو النموذج يقتدى به من خلال يعني نماذج ديال دول مقارنة اللي يستفدنا منهم وكذلك يستفدون من تجربة المغربية فهذا المجال هذا ديال النساء لإحتكاك بالواقع طبعا يعطي نتائج على أن المرأة يعني المغربية في تقدم وفي تحسن وعندها حماية قانونية اللي تقدر تحميها من مجموعة من الظواهير من الشارع من الأسرة من مجموعة التعسوف من كذلك من القوانين إلى غير ذلك تم قبولي في أكاديمية المجتمع المدني قمت بتقديم مشروع للعمل العمل عليه مقبل مؤسسات المجتمع المدني الموجودة في فلسطين كان هو عبارة عن الاتهاضات التي يتعرض لها العمل تم حصولنا على العديد من الدورات المكثفة خلال الاسبوعين الماضيين خلال الـ 25-24 يوم الماضيين هناك العديد من العنف التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية بغض النظر عن الاحتلال ولكن احنا بالنسبة لنا مجتمع نوعا ما محافظ مقيد مشاركة المرأة بالنسبة له كتير ضعيفة وغير مساوية للرجل والمرأة رح يتم العمل على هذا الموضوع من أجل أنه يكون فيه مساواة وتوازن بين الرجل والمرأة في جميع المناحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكافة مناحة الحياة يعني اشتركوا في القناة